السلام عليكم على التكلفة بتاعته حوالي 5500 دولار دفعتهم اسلامي كليف في السويد مع الحكومة السويدية والعمال اللي هنا والاهالي تبرعوا بالعمل بتاعهم اللي كان يساوي حوالي 400-500 دولار للجهد بتاعهم والمواد الخام اللي هم جابوها البئر ده اتعمل او تبنى سنة 2014 شكرا للحكومة السويدية وشكرا للمتبرعين اسلامي كليف في السويد على هذا من 2014 الى الان يعمل والنظام اللي هو الطاقة الشمسية ده علشان تولد لنا الطاقة يعني هو يعني النظام الطاقة الشمسية ذائد البئر ذائد المسورة اللي هي بتودي المية لغاية القرية اللي فيها اكتر من 30 اسرة يعني حوالي 250 فرد تقريبوا مستفادوا من هذا المشروع ده كله تكلف حوالي 7000 دولار 7000 دولار لكنه ما زال يأتي بالماء الصالح للشرب للحيوانات ولل البشر علشان يعيشوا ونقلل عدد المرضى ونسبة الأرض في هذه القرية نظام اللي هو الشمسي تقريب الشمسي ده كان في الأول موجود على سطح البئر لكن الهواء كان بيه أو الريح كان بيه بيوقعوا كتير جدا فالأهالي بمخهم النظيف وطريقتهم مبدعة عمل النظام النواع علشان أمرين الأمر الأول ياخد أكبر نسبة من الطاقة الشمسية وعرفين حركة الشمس هنا بتمشي يمين وشمال والأمر الثاني علشان ما يجيش ريح قوي يقتلعه زي ما كان هو موجود فوقهنا واختلعته الريح أكتر من مرة فنشكر الأهالي المبدعين والحل هو حل الأهالي نفسهم وجود الحل يكون من أهل البلد نفسها والحل لمثل هذه المناطق هو التنمية 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 وندعي للشباب أنه دائما 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 لابد علينا أن نهتم بالتنمية التنمية ومن أهم معامل التنمية المياه الصالحة للشرب والتعليم وبناء الأسواق وبناء الحرفيين وتعليم النساء والأطفال إلى آخرة وقزاكم الله خيرا ونلتقي في قرية أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته